طيب بالنسبة للعملات الرقمية الكثير قالوا أن عام 2022 هو عام الهروب من العملات الرقمية وصار عام 2023 كيف سيصبح على عملات الرقمية؟ العملات الرقمية أعتقد تم استبدالها إلى العملات المشفرة بدت تنتقل شيئاً فشيئاً إلى العملات الرقمية التي تتمثل بالدولر، اليورو، الستيرلين، اليان، الليرة التركية، الرقميين لأنه ليش؟ ما الفرق بين العملات المشفرة والعملات الرقمية؟ العملات المشفرة لا يمكن التحكم فيها العملات المشفرة لا يوجد لها بنك مركزي أما العملات الرقمية كالدولر وخلافه، الدولر الرقمي وخلافه يوجد بنك مركزي اليوم أصلاً مستثمرين في الأرض بعد مشكلة FTX شو طلبوا؟ طلبوا الأمان ونفس السهولة والسرعة بس بالمقام الأول الأمان لا يعقل عملة بسويعات 22% تصير 22% ذاتاً العم سام هلأ هو أخذوه على الحبز من 15 مليار دولار سروة حتى كان هو مع الأسف يشتغل من راسه بمحافظ العملات تبعه هذا الكلام متى سمعنا فيه؟ بالعملات العادية مثل الدولار واليورو وخلافه فاليوم حتى السويد بالـ 2023 بدين لغى شيء اسمه وراءه كله حيصير إلكتروني بعض المدن في الصين لغة الوراء صحيح صحيح وبالتالي 2023 الحقيقة العملات الرقمية وليست المشفرة كل مالها بدنا ندخر عليها أكتروني اشتركوا في القناة